اشتركوا في القناة طبعا مش منستهل ان احنا نستسهل الجراحة ممكن نقدر على يحصل شلل رباع او يحصل لنا مشاكل كتيب بسبب الجراحات الا لو فيه سبب يخلينا ندخل بدأ فعلا يحصل ضعف بدأ عدم ان احنا نعمل عملية ده يدخلنا فعلا في شلل رباع غير كده بنحاول نعليج العيان ده بمنتهى البساطة جيدة بيدخل تحت جلسات اسمها شد الفقرات بالكمبيوتر بنعملها هنشوف دلوقتي هنعملها ازاي في الفقرات الرقابة بنشد بنسبت من 6% لـ 8% من وزن الجز فاحنا هناخد هنا 6 كيلو و هنعملها هنا ده سببت وهنا ده تلاتة كلنا بنبدأ نجي للجهاز order انه هو يشتغل طبعا هو في الفقرات القطنية بيشد على طول بيبدأ شد على طول في فقرات الرقابة بيدينا hold حوالي 60 ثانية يعني دقيقة بيعد 60 ثانية علشان يتطمن ان العيان سيك انه مش مصنوع انه الجهاز متركب صح لانه طبعا الاجهازة الحديثة وعملين فيها سيكتسي بروسيدجور جمدة جدا فبيدينا hold هو كل ده لسه مشدش عمالي عاد بيطمن ان العيان مش مخنوع ان العيان بياخد نفسه صح ان العيان وقد وضع صح عشان الرقابة تعتبر من الاماكن الكريتيكال جر الفقرات القطنية هنلاحظ ان الجهاز بدأ شد على طول فالجهاز سيف جدا زي ما توا شايفين وهو معموله هو نفسه سيفتي بروسيدجور يعني معموله امان انه هو يبقى العيان ان شاء الله في امان وبعد ما بنخلص الجلسات بيبدأ بنعمله بممكن نعيد كمان الرانين مغناطية سيتين نلاقي ان العيان ده تحسن جدا والدسك رجع مكانه هو الجهاز دلوقتي بدأ يشد زي ما احنا شايفين بدأ بوان كيلو بعد ما ادع فترة الامان بدأ بوان كيلو وهيبدأ يشد بيبقى ده الفقرات عن بعضها الجهاز بدأ يشد وبنقوم نقرر الجلسات زي وفي الاخر بنعمل ام ار ايد بعد شهر او بعد اثنين حسب الحالة ما بنقدرش حد دلوقت جرام ما بنشوف الدسك ده كان خارج الدقيق والدغط لجزور العصبية ده الدقيق بنبدأ باثناشر جلسة ونشوف العيان هيحتاج ايه بعد كده